بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترحب اللجنة العلمية في المنطقة الغربية تابع لجنة المهندسين كل أجمل ترحيب بجميع مشاركين وبيئة المحاضرين المهندس بدر السالمين ومهندس فالح العجمي من دولة كويت الشقيقة ونشكرهم على مبادراتهم الرائعة ويعطينا هذه المحاضرة القيمة المهندس بدر السالمين هو مدير عام شركة إنتليجنت لإدارة المرافق ومدرر معتمد في إدارة المرافق مدير مشاريع محترم مرخص ممارس إدارة مشاريع مرخص سابقاً مدير طاقة معتمد وخصائي مشارك هندسة قيمية حاصل على هندسة ميكانيكية من جامعة الملكة السعود وأيضاً ماجستير إدارة عماد تنفيذي من جامعة البحرين وأيضاً شهد الدراسات العليا في مسح الكميات من جامعة أردوات في المملكة الممتحدة فليتفضل جزيلاً المهندس بدر شكراً مهندسيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ محاضرتنا عادةً يعني لما نتكلم تكون المحافل محافل إدارة مرافق بس بما أن محفلنا اليوم عام وفي مهندسين قد لا يكونون من تخصص إدارة المرافق أو مطلعين على إدارة المرافق فبنعطي بس نبذة بسيطة عن إدارة المرافق قبل ما نبدأ باعتبار أن نظام الكافم متخصص في إدارة المرافق إدارة المرافق هي إدارة الأنظمة والأنشطة المرتبطة بالمباني والمعدات في البيئة المبنية لتمكين المؤسسة من التركيز على الأعمال الأساسية فأي عمل غير أساسي بالنسبة للمؤسسة يعتبر من أنشطة إدارة المرافق يعني على سبيل المثال لما نتروح لمؤسسة تعليمية المؤسسة التعليمية الكور بيزنس أو النشاط الأساسي لها هو النشاط التعليمي اللي هو رفع المستوى المعرفي للطلبة أو للحضور من مستوى معين في بداية العام الدراسي أو بداية الفترة التدريبية إلى مستوى مختلف في نهايتها فهذا هو الكور بيزنس الآن علشان يقدرون يقومون بهذا الكور بيزنس يحتاجون إلى مبنى هذا المبنى يحتاج إلى أنظمة كثيرة منها على سبيل المثال التكيف الإنارة التهوية أنظمة الحماية من الحريق أنظمة الإنذار الأنظمة الأمنية كما يحتاج إلى خدمات مصاحبة على سبيل المثال يحتاج إلى نظافة يحتاج إلى أمور لوجستية بما لها علاقة مع نقل الطلبة من وإلى موقع الدراسة توفير الكتب توفير الزي المدرسي إذا كانت المؤسسة التعليمية موحدة الزي جميع هذه الأمور كلها ليس لها علاقة مع الكور بيزنس ويحتاجها أي نشاط فهذا ما نتكلم عنه لما نتكلم عن إدارة المرافق هي مجمل الأنشطة الخارجة عن الأعمال الأساسية للمؤسسة فاليوم إن شاء الله بنتكلم عن الكافم سيستم والاسم المشهور أو نقول المتعارف عليه في صناعة إدارة المرافق واللي هو عبارة عن نظام إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب وبنتعرف عليه إن شاء الله أكثر من خلال الشرائح اللي عندنا بنتكلم نبدأ عن النظام بنتكلم عن الوظائف الأساسية للنظام وبنتكلم عن يعني سنسهب فيها different modules اللي موجودة وبنتكلم عن الأسئلة الشائعة ومحاولة الإجابة عليها لتوضيح بعض الأمور بالنسبة للأشخاص اللي نقول يعني عندهم بعض التساؤلات على نظام الكافم دورة طريقة تفعيلة والأمور المرتبطة فيها وأيضا سنعرض مثال عملي على نظام الكافم لطريقة إعداد أمر عمل وإغلاق أمر العمل باستخدام نقول المنظومة الإلكترونية بدون أي ورقيات وإن شاء الله راح يشاركنا فيها للاستاذ فالح بعد ما نخلص الجزء النظري ثم بعد ذلك فقرة الأسئلة وحبّذها لو توضع الأسئلة في الـ Q&A علشان تكون عملية إدارتها سهلة ويعني ما ننسى الإجابة على أي سؤال من أسئلتكم الكافم هو اختصار الـ C من كمبيوتر والـ A من Aided والـ F من Facilities والـ M من Management فهو نظام إدارة المرافق باستخدام الحاسوب المسمى قديم ولكن ليس بقدم المسميات الأخرى يعني هو طلع المسمى مصاحب لمسمى الكاد الـ Computer Aided Facilities Design ففي نفس الفترة تقريباً بدت تطلع هذه الأنظمة فأخذت كلها تقريباً نفس المسميات وهو عبارة عن نظام نقول حاسوبي عبارة عن برنامج يستخدم الحاسوب العتاج الحاسوبي مع البرمجيات للقيام بوظائفه سابقاً كانت نقول يعني بدأ النظام لما كانت الكمبيوترات بدون شبكات لما كانت منفردة في بداية الثمانينات أو في منتصف الثمانينات يعني بدأت تظهر تقريباً أول أنظمة الكافم وإن كانت مسمياتها مختلفة في ذاك الوقت ولكن كانت البرنامج مركب على جهاز واحد يستخدم فقط من ذاك الجهاز ما في أي تواصل مع أجهزة أخرى الشبكات ما كانت موجودة ويعني في هذه الفترة كانت الإمكانيات أيضاً محدودة والاحتياجات أيضاً كانت محدودة ولكن مع تطور أجهزة الكمبيوتر تطور الشبكات داخل المباني وأيضاً تطور شبكة الإنترنت أعطت أنظمة الكافم نقول مجال لا محدود للتوسع والاستفادة من التقنيات في تطوير البرمجيات وفي تطوير الوظائف لهذه البرمجيات شيخدمنا في الكافم الوظيفة الأساسية يخطط وينظم وينسق ويوثق تقريباً يعني هذه هي المهام الأساسية يساعد في عملية التخطيط والبلانينج التنظيم والتنسيق اللي هي الورغانيزيشن والتوثيق اللي هي الدوكومنتيشن للأعمال الأساسية المتعلقة بإدارة المرافق طبعاً تكلمنا إدارة المرافق الأعمال ممتدة ويعني غير محصورة ومتنوعة فلذلك الأنظمة تجد فيها العديد من المديول علشان تستوعب كل ما هو موجود وإن كان الجزء الأكبر منها ينحصر في بعض الجوانب رح نذكرها الآن أيضاً الكافم يوفر عبارة عن لوحة مراقبة أو ما يسمى بالداشفورد لوحة المراقبة لمراقبة أداء النظام وأداء فريق العمل أو الأعمال التي يتم إنجازها سواء كانت تتم عن طريق الأفراد أو تتم مراقبتها بطريقة آلية عن طريق أنظمة سواء كانت مربوطة بـ أو بأنظمة أخرى آلية وأيضاً يوفر التقارير من قواعد البيانات ليس بالضرورة أن تكون التقارير من البرنامج نفسه ولكن ممكن تكون التقارير نقول مشتقة من قواعد البيانات وهذه يعني واحدة من أهم ميزات نظام الكافم أو نظام إدارة المرافق باستخدام الحاسوب يعتبر هو أداء من الأدوات تول مثل ما نقول الدكتور عند السماع اللي يسمع فيها وبعض الأدوات أيضاً المدير المرافق يحتاج إلى أدوات واحدة من هذه الأدوات هي الكافم وليست الأداء الوحيدة ولكن تكاد تكون الأداء الأكثر أهمية بالنسبة لمدير المرافق لكي يقوم بأعماله فوائد النظام بالنسبة لفريق إدارة المرافق أو مدير المرافق يساعد في المحافظة على الأصول والمعدات لما ذكرنا في التعريف فقلنا هي الأنشطة المرتبطة بالمعدات والأصول علشان أحافظ على هذه الأصول أحتاج إلى نظام يساعدني الكافم يساعد في هذه المهمة يجعل عملية نقول تنفيذ الأعمال المعيارية ستندرد يعني على سبيل المثال لما نكون في عندي أمر معين أقوم فيه اليوم نفس الأمر رايح أقوم فيه بنفس الطريقة بكرة وبعد بكرة إلى أن يتم تحديث الإجراء ولكن اليوم الشخص ألف يقوم فيه بكرة الشخص باء يقوم فيه بما أن هم يستخدمون نفس النظام فرح يصلون إلى نفس النتيجة ورح يتبعون نفس الخطوات وسيقومون بتوثيق نفس الأمور ونفس النقار فهو يساعد على المعيارية في العمل يساعد على تطبيق معايير إدارة المرافق اللي هي نقول أفضل ممارسات إدارة المرافق إذا تم وضعها وبرمجتها في النظام فأنت تضمن أن الفريق اللي موجود عندك سيتبع أفضل الممارسات وإن لم تكن عند الفريق الخبرة الكافية بتفاصيل هذه الممارسات فيعني نقول واحدة من الأمور اللي تستفيد منها الشركات اللي عندها فريق كبير ونقول نسبة تجدد العمالة فيه عالية تستفيد من أنظمة الكافم في المحافظة على مستوى الأداء لأن جميع الأعمال يتم تنفيذها عن طريق الكافم وتتم مراقبتها عن طريق الكافم فيضمنون أن الأمور كلها تدخل في نفس الإجراءات يساعد المدراء والمشرفين على الاطلاع ومتابعة الأعمال ذكرتها في البداية لما تكلمنا عن داشبت أو لوحة المراقبة كل شخص بمستوى في المؤسسة يحتاج إلى معلومات مختلفة المعلومات اللي يحتاجها المدير غير المعلومات اللي يحتاجها المشرف مسؤوليات المدير تختلف عن مسؤوليات المشرف فكل شخص منهم راح تكون عنده لوحة التحكم أو لوحة المراقبة الخاصة بالأنشطة اللي يتهمها اللي يحتاج أن يشوفها ويراقبها يعني خلنا أذكر لكم مثال من الأمثلة في واحدة من الشركات أحد المدراء اللي مسؤول عن النظام وعن مدى تفعيل النظام داخل المؤسسة هم أن عدد الأشخاص اللي يدخلون على النظام وكم دقيقة يقضون في اليوم على النظام فالداشبورت أو لوحة التحكم واللي عنده ما لها علاقة مع تنفيذ الأعمال ولكن يبغي يتأكد أن المشرفين يقومون بعملهم فهو اللوحة والداشبورت اللي عنده تراوي عدد المشرفين اللي داخل النظام الآن موجودين وكم مجمل الدقائق اللي قضوها وهما شغالين على النظام فهو يقوم بمهمة مراقبة المشرفين عن طريق النظام وكل شخص يقوم بمهمته الإشرافية والرقابية من خلال النظام توفير البيانات لاتخاذ القرارات وطبعا هذا يعني نقول حديث العصر اليوم علشان أتخذ القرارات السليمة في الوقت الصحيح لازم تتوفر عندي البيانات سابقا كان علشان نقوم بتوفير البيانات نحتاج إلى المجهود الكبير وإلى الموارد الكثيرة فنعطل جزء كبير من الموارد اللي موجودة عندنا الموارد الإنتاجية لتوفير البيانات لاتخاذ القرار وفي كثير من الأحيان خاصة في المؤسسات اللي نقول التغيرات فيها سريعة على ما نجمع البيانات ونعرضها ونتخذ القرار تكون البيانات أساسا تغيرت لأن اتخذنا قرار بناء على بيانات قد يكون عمرها أربعة أو خمسة أو عشر أيام في الوقت اللي عملية التغيير اللي عندنا سريعة ممكن كل ثلاثة أيام أو أربعة أيام يتغير الوضع اللي موجود عندنا فالكافم سيستم يساعد على توفير البيانات لاتخاذ القرار بشكل آني أنا أتخذ القرارات بناء على الوضع اللي موجود عندي الآن طبعا يساعد فيها موضوع لو كان عندي أدوات التحليل المناسبة الخاصة بالأمور اللي أحتاج إلى مراقبتها فهذا أيضا يساعدني حتى في عملية نقول أو جعل عملية اتخاذ القرارات آلية فما نحتاج أن نبذل جهد كبير فيها خاصة في الأمور البسيطة أيضا من الأمور اللي جدا مهمة بالنسبة لمدراء المرافق واللي هما يعني إذا من الحضور من يعمل في مجال إدارة المرافق أعتقد المعضلة الكبرى هي موضوع الميزانية والتكاليف وطلب الإدارة العليا والإدارة المالية موضوع التخفيض الكافم سيستم يساعد في عملية إدارة التكلفة والميزانيات فإذا أدرت التكلفة والميزانيات بشكل سليم أستطيع تحقيق الأهداف المالية للمؤسسة وأيضا إذا جمعت البيانات بشكل دقيق ومفصل يساعدني في اتخاذ القرارات في عمليات التخفيض ويقول يربط لي العلاقة بين التكلفة والأعمال والمجهود المبذول هذه نبذة عن تطور النظام قلنا هو بدأ في الثمانينات بس لمن بدأ قبل ما يكون الكمبيوتر أساساً موجود الكافم كان موجود بشكل يدوي نقول أو على الأوراق في بداية التسعينات على الأقل أنا شفتها نقول يعني رأي العين كان نظام الكافم عبارة عن كارد سيستم كل معدة في لها كارد فيها التفاصيل البيانات على وجه البطاقة وعلى ظهر البطاقة التاريخ أعمال الصيانة كل عمل الصيانة ينجز يتم تسجيل على ظهر البطاقة وإذا حصل أي عطل بعد الإصلاح العطل يتم تدوينه على ظهر البطاقة ما تدون كافة المعلومات ولكن التاريخ والعطل والرفرنس وين نلقى التفاصيل في أي ملف أو في أي مكان فنقلت هذه نقول الأنظمة اليدوية بعد توفر أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الحاسوب إلى إلى البرمجيات طبعاً بداياتها كانت الجداول الورقية بالنسبة لموضوع البرمجيات أو الصيانة الوقائية المجدولة كانت تعد على جداول توضع على لوحة كبيرة في المكتب أو في الورشة من شهر يناير إلى شهر ديسمبر لكل سنة وفي الغالب تتكرر نفسها إلا إذا زادت المعدات يزيدون نقول صفوف فيها بدأت تدخل هذه الجداول إلى جداول في الحاسوب مع بداية أنظمة الكمبيوتر لما انطلع برنامج لوتس وان تو ثري الشباب القديمين اللي أول ما انطلع على اي بي ام في بداية الثمانينات أشهر برنامج كان معه برنامج لوتس ومن أواء البرامج اللي استخدمت اللي هو حاليا يحاكي برنامج الأكسل ولكن كان نقول بشكل جدا مبسط بعد ذلك بدأت تطلع البرامج فصارت في برامج متخصصة فقط للقيام بأعمال إدارة المرافق ومن أولها السيميمس اللي هو الكمبيوتر مينتنس مانجمينت سيستم أنظمة إدارة الصيانة باستخدام الحاسوب لأنه كان التركيز في ذلك الوقت على أعمال الصيانة سواء المرتبطة بالمباني أو المرتبطة بالمعدات وعلى كان نكون دقيقين وأمينين في طرحنا كان التركيز يمكن تسعة وتسعين وتسعة من عشرة على المعدات المباني يعني ما كانت تأخذ ذيك الحصة الكبيرة من الاهتمام في عمليات التوثيق وعمليات إدارتها وعمليات صيانتها في بداية نشأة الأنظمة السيممس بدأ يتطور وتضاف ل موديولز أخرى ووظائف إضافية وبدأ يتحول إلى الكافر في تسعينات القرن الماضي يعني نقول في الخمسة وتسعين إلى التسعة وتسعين كان في مؤتمر سنوي كان يعقد المؤتمر يسمى سيممس كونفرنس يجتمعون فيه المهتمين بأنظمة الصيانة وأنظمة إدارة المرافق من جميع التخصصات فيجتمعون ويتحاورون ونقول تكون فيه محاضرات ومرتبطة بهذا النظام هذا السيممس هو أحد الموديولز اللي موجودة اليوم في أنظمة الكافم سيستم ويعني بسبب أهميته يمكن كثير من المؤسسات أو كثير من الجهات لما يتكلمون عن الكافم يتكلمون عن وظيفة الصيانة فيه وهي من أهم الوظائف لا تنكر ولكن في إدارة المرافق ليست الوظيفة الوحيدة وليست المهمة الوحيدة لفريق إدارة المرافق فإغفال الأنظمة الأخرى أو الموديولز الأخرى يرهق فريق العمل لأن راح يقومون بالأعمال بطريقة يدوية الصيانة تتم بطريقة مدعمة باستخدام الحاسوب أما الأمور الأخرى فتتم بطريقة يدوية الآن نتكلم عن الوظائف التي تعتبر عبارة عن موديولز في كثير من الأنظمة وإن كان بعضها قد يكون مدموج الوظيفتين في موديول واحد وبعض الأنظمة لا يحددها كموديولز أو كأقسام في النظام إدارة الأصول التي عادة تحفظ فيها جميع السجلات وبيانات الأصل تاريخ الأصل تركيبة جميع الوثائق المرتبطة معاه لو كانت على سبيل المثال دليل المستخدم دليل الصيانة شهادات الضمان كلها تعتبر من الأمور المرتبطة بإدارة الأصول إدارة عمليات الصيانة وهذا أيضا نقول يعني شق كبير فيها عملية الصيانة المخطط لها اللي هي يساعدنا الكافم على عملية جدولتها ومراقبتها والتأكد من عمليات إنجازها ويعطينا نسبة الإنجاز فيها كما أيضا يقوم بتوثيق أعمال الصيانة التفاعلية اللي هو في حال حدوث عطل Reactive Maintenance أيضا تدخل من ضمن عمليات الصيانة إدارة التشغيل هي الأمور الأخرى الغير متعلقة بالصيانة والأمور الفنية على سبيل المثال النظافة أعمال الزراعة أعمال التنسيق الداخلي جميع هذه الأمور الغير فنية التي ليست مرتبطة بالصيانة ولكن تحتاج إلى أنشطة تشغيلية تدار عن طريق إدارة التشغيل إدارة المخزون والمخازن اللي هي الـ Inventory والStores طبعاً هم شقين منفصلين في العنظمة السابقة لما بدأوا بالكاف عفواً بالCM System عنظمة إدارة الصيانة باستخدام الحاسوب كانت إدارة المخزون مهمة ولكن ليست إدارة المخازن باعتبار أن فريق الصيانة يريد تأكد أن قطع الغيار موجود عندهم ولكن إدارة المخزن تسند إلى جهات أخرى اليوم أنظمة الكافم توفر كل الأمرين مع بعض وزادت عليها عملية ربطها مع إدارة المشتريات فأنا المخزن عندي تتم مراقبته بطريقة آلية عن طريق النظام في حال انخفاض المخزون النظام سيصدر أمر الشراء إلى الإدارة المعنية ينبههم بنقص المخزون يتم طلب القطع وعند إدخالها في المخزن يرتفع المخزون مرة أخرى فالفنيين أو فريق الصيانة يقومون بصرف القطع من المخزن ويربطونها مباشرة مع المعدات اللي تم استخدامها فيها على سبيل المثال في نهاية خمس سنوات أو عشر سنوات من عمر المعدة أقدر أعرف عن طريق النظام جميع قطع الغيار اللي تم استخدامها على هذه المعدة وأقدر أقارن بينها وبين باقي المعدات اللي هو ما يسمى بالبنشماركين المقارنة بين المعدات فأي معدة منهم استهلكت نقول قطع غيار أكثر من غيرها أو كانت مكلفة في المبالغ اللي تم إنفاقها على قطع الغيار مقارنة مع المعدات الأخرى أو عدد الساعات اللي قضاها الفنيين في عمليات الإصلاح سواء الطارية أو المخطط لها على المعدة فهذه كلها يعني من الأمور اللي أستفيد منها تكلمنا عن إدارة المشتريات إدارة العقود وهي من الأمور التخصصية وكثير من الجهات ما يستخدم موضوع إدارة العقود في الكافم تدار العقود بطريقة ورقية منفصلة عن طريق يعني نقول مدراء العقود فكل شخص عند عقدين ثلاثة يديرهم بالملفات والورقيات فائدة استخدام الكافم سيستم في إدارة العقود أن جميع الأمور المرتبطة بالعقد موجودة في النظام العقد إذا كان عقد صيانة جميع المعدات التي كانت على هذا العقد مربوطة مع العقد أداء المقاول إذا كان عندي مؤشرات أداء رئيسية تكون موجودة مع العقد مدة العقد التنبيه بانتهاء العقد والفترة اللازمة لعملية تجديد العقد جميع هذه الأمور كلها مرتبطة وأيضا إذا كانت الشركة التي تستخدم النظام شركة تقوم بتقديم الخدمات لطرف ثالث فمهم عندها موضوع ربحية العقود إذا استخدمت نظام الكافم فأنا أقدر أعرف مدى ربحية عقودي عن طريق عملية إدارة العقود برابط جميع الأمور المرتبطة بالعقود مع العقد نفسه ففي نهاية فترة العقد أعرف جميع المصاريف التي كانت موجودة عندي على العقد إدارة المشاريع أيضا من الأمور المهمة في إدارة المرافق نتكلم عن المشاريع الإنشائية أو المشاريع العملاقة نتكلم عن مشاريع إدارة المرافق لما نكون عندي مبنى شغال في مستخدمين سواء مجمع تجاري مبنى مكاتب تجارية وأحتاج إلى القيام بأعمال داخل المبنى لتجديد لتوسع لإعادة تهيئة فعادة الشخص الذي تناط في هذه الأعمال هو مدير المرافق فيحتاج إلى أداة مساعدة لهذا العمل ولأن هذه الأعمال مرتبطة أساسا بأصول تشغيلية فنحتاج إبقاء جميع المعلومات مترابطة مع بعضها ميزة استخدام نقول يعني وظيفة إدارة المشاريع من ضمن الكافم سيستم أن أي أصل من الأصول موجودة تدار عن طريق النظام يتم أيضا تعديلها وتجديدها وتحديثها عن طريق نفس النظام فأنا أحتفظ بالتاريخ كامل أو ما يسمى بالهيستري للمعدة أو للمساحة أو للفضاء في نظام واحد فلو بعد عشر سنوات من انتهاء المشروع فأنا أعرف ما هي كانت مخرجات المشروع والأعمال التي قمنا فيها بعده والأعمال التي كانت قبله فلما نايب بأقارن نقول الفائدة المالية من القيام بأعمال المشروع كابتال انفيسمنت أو نقول نفقات رأس مالية إضافية تنضخها في المنشأة مقارنة مع أعمال الصيانة قبله وبعده فبإمكاننا إذا كانت الأمور كلها موجودة أنا عندي جميع التكاليف جميع الأعمال التي قمت فيها في المشروع وعندي أمور الصيانة وتكلفتها قبله وأمور الصيانة وتكلفتها بعد فتصبح هذه الأمور مجرد عملية إعداد تقارير وبضغطة زر أستطيع أن أحصل عليها إدارة النفقات والميزانيات تحصر لك جميع الأمور خاصة لما تكون في عندي ميزانيات منفصلة لكل نشاط أو ميزانيات منفصلة لكل مبنى المبنى الفلاني ميزانيتها مئة ألف دينار في السنة شلون رايح أدير هال مئة ألف دينار وشلون أعرف نقول وين صرفتها نزيل يعني جزء منها عملية مطابقة النفقات مع الميزانية اللي موجودة والأهم منها معرفة المصاريف وين انصرفت علشان لو طلب مني عملية التخفيض في النفقات فأعرف المناطق اللي ممكن أخفض فيها والمناطق التي لا يجوز أني ألمسها لأنه لو خفضت فيها فأقول يعني ستقع عندي كوارث في عملية أداء المعدات وراحة مستخدمي المبنى التقارير اتكلمنا عنها مراقبة التوجهات اللي مقصود فيها لترنز أنظمة الكافم بسبب وجود جميع البيانات فيها إذا تم برمجتها وضبطها بشكل صحيح تساعدني على مراقبة الترنز والتوجهات هل استهلاك الكهرباء قاعد يزيد عندي أو يقل باعتبار من أنا إذا كنت رابطها مع العدادات أو رابطها مع البيام السيستم أو نهاية كل شهر ندخل قراءات العدادات الكهرباء بشكل يدوي يساعدني في معرفة هذه الأمور طبعا يربط إياها مع الأمور الأخرى أنا ما أخذها بمعزل أنا عندي الصيانة شنو صار فيها الأمور الأخرى فيعطيني هل استخدام المبنى كضغط استخدام زاد ولا انخفض عدد الأعطال قاعد يزيد عندي ولا قاعد يقل هل هو مناسب مع عمر المعدات وتقدم العمر للمعدات ولا هو يتجاوز الحد المعقول أو المقبول فهذه كلها من الأمور التي ساعدني الكافم في مراقبتها واتخاذ القرارات بشأنها في الوقت الصحيح طبعا كثير من الأمور التي ذكرناها الآن لإدارتها بشكل يدوي تحتاج إلى مجهود وتحتاج إلى فريق كبير الفكرة أن النظام يقوم بجميع هذه الأعمال نيابة عن هذا الفريق ويوفر هذه المعلومات لمدير المرافق لاتخاذ القرارات قياس رضا العملاء الذي هو الـ وحدة من الأمور التي جدا مهمة والتي تربط معها الأنشطة خاصة لما نتكلم عن أمور التشغيل نظافة أمن خدمات زراعة الخدمات نقول يقاف السيارات الأمور هذه كلها علشان أقيس رضا العملاء إذا كان مربوط مع النظام فبإمكان ربطها مع الأداء وربطها مع الأشخاص اللي قاموا بالعمل فإمكانية التحليل في نهاية السنة في نهاية الفترة في نهاية العقد تصبح العملية سهلة وراح نتطرق لها إن شاء الله المثال العملي أنا قاعد أحدد من هو الشخص اللي قام بالأعمال فإذا ربطها مع رضا العميل على مستوى فترة كبيرة سنة أو سنتين أو مدة العقد ثلاث سنوات فأقدر أعرف بطريقة آلية من هو أفضل شخص إنجازا بالنسبة للأعمال العملاء اللي كانوا في الفترة الأفلانية درجة الرضا عندهم جدا عالية الفريق اللي كان يعمل في هذه الفترة اللي يحقق فيها الرضا العالي والله ما الشخص ألف باء وحاف إدارة مركز الاتصال وقنوات التواصل وهذا أيضا من الأمور المهمة في موضوع إدارة المرافق كيف نتواصل مع العملاء خاصة بالنسبة للشكاوي بالنسبة لموضوع الفيدباك أو قياس رضا العملاء التأكد من وصول الخدمة هذه الأمور كلها تتم إدارتها عن طريق الكافر ما هي الميزة حفظ جميع البيانات وربطها مع الأعطال اللي موجودة وربطها مع مستوى الخدمة وربطها مع مستوى الأداء ومؤشرات الأداء وطبعا في موديولز أخرى ووظائف أخرى للكافر ما ذكرناها على سبيل المثال اليوم كثير من الأنظمة يتكلمون عن IoT integration البيم integration فيعني ما بيقول متقدمة هي مطلوبة وأساسية ولكن لها فرع آخر يحتاج إلى بعض التفصيل لا يسعنا المقام إلى ذكر الآن الأسئلة الشائح على النظام الكافم اللي دائما الناس تسأل هل جميع المرافق تحتاج إلى نظام كافم وهذا السؤال عادة يطرحون الملاك المباني أو المقورين واللي يعني في الغالب يقول لك أنا عندي أربع مباني أو خمس مباني نديرهم وعندنا كافم أمورنا ما فيها أي مشكلة منذين الإجابة له هل هو على إدراك بنقص المنفع الحاصلة وفي الغالب تكون الإجابة لا منذين فهل جميع المرافق تحتاج إلى كافم ليس بالضرورة يعني إذا قلنا نعم فلن نكون صادقين منذين ولكن في الغالب الآن جميع المرافق التي يعني فيها أنظمة متعددة عدد كبير من الأشخاص يقومون يعني بالأعمال فيها عدد كبير من العقود تستخدم لإدارتها وتشغيلها تحتاج إلى نظام كافم وإن كان بالإمكان إدارتها بدون كافم تستطيع أن تقوم بإدارتها بدون كافم ولكن سيكون هناك نقص منفعة وإذا أردت أن تحصل على نفس المقدار المنفعة ستحتاج إلى الفريق كبير للقيام بعملية الإدارة وهذه عملية ستكون جدا مكلفة فإحنا لما نتكلم الآن عن نقص المنفعة نقص المنفعة عدم الحصول على الكفاءة العالية عدم الحصول على كافة البيانات لاتخاذ القرارات فأنت راح تبقى يعني نقول متأخر في اتخاذ القرارات أو تأخذ القرارات بعدم وجود بيانات كافية لاتخاذها تتخذها في وضعية التخمين التكلفة العالية وأحيانا نقول عدم التوفير إذا ما كانت يعني يقول لك والله التكلفة اللي عندي مناسبة أو ما عندي تكلفة عالية أنا تكلفة تثاب تكل سنة قد تكون نقص المنفعة ليست في التكلفة قد تكون نقص المنفعة في عمر الأصل واللي تكلمنا عنه في البداية في الشريحة الثانية والثالثة اللي هو المحافظة على الأصول فعملية المحافظة على الأصل أن الأصل اللي موجود عندي أو الأسط اللي موجود عندي أو المعدل اللي موجود عندي تصل إلى نهاية عمرها الافتراضي وتتجاوزه لو أدرتها بطريقة صحيحة بخلال منظومة أفضل الممارسات فبإمكاني تحقيق ذلك إذا ما كان في الغالب عمر المعدة وعمر الأصل سينقص وهذا مشاهد وواقع يعني مر علينا يعني تجربة واقعية كانت قريبة السنة الماضية أو تقريبا من 16 شهر أو من 18 شهر مؤسسة خاصة عمر الأجهزة التكييف اللي موجود فيها ثمان سنوات تقريبا ولكن لم تتم عملية صيانتها بشكل صحيح سواء من ناحية الصيانة الدورية أو من ناحية إصلاح الأعطال ما كان في شخص متخصص يتخذ القرارات بشأن إصلاح الأعطال فوصلت يعني مجمل المعدات إلى حالة من الصعب إصلاحها أو عملية الإصلاح تكلفتها جداً باهظة مقارنة مع الأجهزة جديدة ارتأى الملاك أن نتخلص من الأجهزة القديمة ونستبدلها بأجهزة جديدة عليها ضمان ونقوم بصيانتها بشكل سليم طبعاً قد يكون القرار هذا سليم ولكن الوصول إلى هذه الحالة هي اللي كانت فيها المشكلة لأن لو حافظوا على المعدات باستخدام أفضل الممارسات كان بإمكانهم يأخرون الحاجة إلى ضخ رأس مال إضافي لتجديد الأصول يمكن أربع سنوات أو خمس سنوات أخرى كحد أدنى وإن كان نفس المعدات هذه موجودة في مباني أخرى وعمرها تجاوز لـ 12 سنة وما تزال تعمل وما وصلت إلى يعني الحاجة إلى استبدالها فممكن تستمر أيضاً ثلاثة أو أربع سنوات أخرى بالضبط نفس المعدة نفس المدير فهذا اللي انتكلم عن نقص المنفعة أنا ما رايح أقدر أدير خاصة لما يكون عندي عدد كبير من المباني ومئات أو آلاف وفي بعض الأحيان عشرات الآلاف من الأصول والمعدات بشكل يدوي وعلى الأوراق وباستخدام الملفات ما هي العوامل التي تحتم موجود النظام حجم المنشأة تعقيد المنشأة مساحة المنشأة عدد المستخدمين فيها تكلفة المنشأة يعني ما يصير أنا أي شخص يبني لمبنى تكلفته نقول عشرين ألف ولا ثلاثين ألف دينار وأقول أحط لك كاغم سيستم علشان أديره في وحدتين تكييف مو هذا اللي نتكلم عنه ولكن لما يكون عندي مبنى مساحته نقول بضع آلاف من الأمتار المربعة وعدد المعدات اللي موجودة فيه كوحدات بمجملها سواء كهربائية تكييف إنارة أنظمة حماية بالآلاف من الصعب إدارتها بشكل نقول يدوي فحجم مساحة المبنى حجم المبنى وأيضا نقول الحالة الحريجة للمبنى هل هذا المبنى لو حصلت فيه أعطال هل هي مشكلة ولا أمر طبيعي بالإمكان التجاوز عنه وغض النظر عنه والانتظار إلى وقت الإصلاح هذه كلها من العوامل التي تفرق في وجود النظام أو عدم وجوده من الأسئلة الشاعية أيضا ما هو أفضل نظام طبعا كافم هو المسمى ولكن فيه أنظمة كثيرة يعني مشهورة ومستويات جدا مختلفة وتلقى يعني معظم الشركات الكبرى مثلا في بعض القطاعات يستخدمون نظام معين المباني الكبيرة والمؤسسات الحكومية في دولة معينة كلهم يستخدمون نظام واحد قد يكون لا علاقة بتوحيد على مستوى المؤسسة لجمع البيانات والأمور هذه كلها ولكن ما هو أفضل نظام ما يوجد شيء اسمه أفضل نظام يوجد أفضل نظام للمبنى ولكن لو كان عندي نظام ليس هو من أفضل العنظمة هل بإمكان استخدامه الإجابة نعم بإمكان مدير المرافق العمل مع أي نظام ولكن كلما كان النظام سهل الاستخدام مصمم لتلبية الاحتياجات الأساسية لمدير المرافق فراح يستخدم مدير المرافق النظام بدون مجهود بعض الأنظمة تحتاج إلى نقول جهد إضافي فقط لاستخدامها وتحتاج إلى فريق فقط لإدارتها فلما أنا عبارة عن مؤسسة عندي ثلاثة أو أربع مضاني هل أحتاج إلى نظام وأحط على النظام أعين لي شخصين فقط لإدارة النظام وتشغيل والتأكد أنه شغال أو أحتاج إلى نظام لا يحتاج إلى إدارة الفريق الاستخدام يستخدمونه وأحصل على الدعم من الشركة نقول عن بعد فهذا اللي يحكم النظام كيف نختار النظام ذكرنا جزء منها ما هي احتياجاتي الأساسية كثير من الشركات لمن أو كثير من المؤسسات وكثير من الملاك لمن يختار النظام يسأل الشركات الأخرى شنو النظام اللي عندكم ويبدأ يتوجه لاستخدامه أو المحاولة الحصول عليه أو الشراء والتفاوض عليه قد يكون مناسب ولكن الأفضل للاحتياجاتنا ثم نقارنها مع الأنظمة اللي موجودة ومدى تلبيتها لهذه الاحتياجات ما رح تلقى في السوق نظام مفصل 100% على احتياجاتك ولكن بتلقى نظام يلبي 90% 95% من احتياجاتك ونظام آخر يلبي 60% 55% من الاحتياجات نظام لا تحتاج إلى أي نقول الموارد إضافية لإدارته وتشغيله ونظام تحتاج إلى إضافة موظفين يعني أذكر في تجربة من التجارب في إحدى الشركات بعد ما ركبوا والنظام واستخدموا وكان الأصل أن هذا النظام راح يساعدهم على توفير العمالة وسرعة الإنجاز بعد شهرين ثلاثة النظام يعني ما تم استغلال الاستغلال الأمثل بال يعني نقول البحث في الموضوع والتشاور مع المدراء المختصين في الإدارات والمعنيين بتنفيذ الأعمال كانت الإجابة أنه نحتاج إلى موظفين إضافيين علشان يدخلون البيانات ويشغلون النظام يعني الإشكالية وين كانت الإشكالية كانت في تطبيق النظام هو حاول أنه يستخدم النظام بمحاكاة مطابقة للنظام الورقي اللي كان موجود عنده فالعمال اللي موجودة عنده هي اللي تنفذ الأعمال وما لها علاقة مع النظام فهو الآن يحتاج إلى فريق إضافي طبعاً هذه من الأمور اللي يعني لازم ننتبه لها لما نختار النظام ما هي الموارد اللي راح أحتاجها علشان أفعل النظام عندي طبعاً موضوع تفعيل النظام اللي هو ما يسمى بالإمبلمينتيشن هذا بروحه يحتاج إلى يعني نقول محاضرة وتفصيل الإشكالية اللي موجودة في الأنظمة جزء كبير منها نقول تبيع شركات برمجيات ليس عيباً لأن هذا هو تخصصهم الإشكالية أنهم ليسوا خبراء في إدارة المرافق فهو يعتمد على خبرة العميل فإذا العميل عنده كافة البيانات ويقدر يوجه المهندس البرمجيات إلى التفاصيل كيف يقوم بضبطها في البرنامج تنجح العملية ولكن في كثير من الأحيان إدارة المرافق أو المتخصصين في إدارة المرافق ليست لديهم هذه المعرفة فينتهون بنظام لا يخدم احتياجاتهم وصائب في الاستخدام ما يقدرون يستخدمون بشكل سلس فعملية الامفليمنتيشن من الأمور أيضاً اللي جداً مهمة وقد تكون أهم من اختيار النظام المناسب قد أختار نظام مناسب عملية وتفعيل النظام لا تتم بطريقة صحيحة ينتهي النظام مشروع فاشل داخل المؤسسة أيضاً من الأسئلة التي دائماً تتكرر هل نحتاج إلى التطوير المستمر للنظام ولا أشتري نظام وخلاص أحطه مرة واحدة وأنتهي فيه الإجابة تحتاج إلى تطوير النظام خلنا أقول لكم قصة ليست على نظام كافم ولكن أمر مشابه في قطاع إدارة المرافق Building Management System أو ما يسمى Building Automation اللي هو نظام مراقبة وإدارة المبنى النظام اللي يتحكم فيه أجهزة التكييف يشغلها ويطفيها يراقب درجات الحرارة يعطي ألارم إذا الفلتر مسكر هذا النظام في مبنى من المباني أيام كورونا في بدايتها نهاية 2019 بداية 2020 ارتأت المؤسسة أن تعهد بالمبنى إلى شركة متخصصة في إدارة المرافق راحت شركة إدارة المرافق تعاين المبنى فعاينه والمبنى وراحوا يشوفون غرفة BMS System أو النظام فادخلوا على النظام يبغون يشوفونه النظام يشتغل على Windows XP نزين فيعني حاولوا يتصلون بالشركة أو الوكيل نزين نحتاج إلى تحديث النظام يعني XP شركة مايكروسوفت وقفت الدعم عليها فلو صارت مشكلة الآن في النظام يصعب علينا أن نسترجع مرة ثانية أو نعيد الريستور البكب اللي موجود الشركة قلت له ما نقدر نسوي ما يشي فيه والآن يعني عدد التحديثات اللي حصلت على هذا النظام كبيرة فما راح نقدر نسويها كلها وما راح نقدر ننقل النظام هذا القديم إلى يعني Windows 10 الآن فتحتاجون أن تستبدلون النظام بالكامل طبعا تكلفت جدا عالية ولكن لو تمت عملية ترقية هذا النظام بالتدريج ما كانت راح تقع هذه المشكلة الإشكالية النظام الآن شغال ولكن لو حصل في أي عطل لن يستطيع أي شخص مساعدة المؤسسة هذا بالضبط طبقة على نظام الكاف لن يكون عندي نظام وما قمت بعملية تحديثة وأي بعد خمس أو ست سنوات وأبغي أربط مع نظام IoT الإنترنت of things وأحتاج إلى تحديث لأن IoT قعد تستخدم أنظمة وبرمجيات حديثة ونظام قديم الشركة اللي شغال عليه سواء نظام التشغيل أو الشركة اللي أعدت البرمجيات وقفت التعامل مع هذه النسخة لن يكون هناك من يساعدني في القيام بأعمالي فراح تحتاج إلى جهد كبير فعمليات التحديث المستمرة هذه ضرورية ومهمة تخيل لو شخص الآن يطلع التليفون خاصة اللي يستخدمون الآيفون شركة أبل تحديثات ها جدا كثيرة يعني في السنة يمكن عندهم أربع وخمس مرات يحدثون الآيو أس عندهم فتخيل لو أنت ما تحدث واتي بعد أربع وخمس سنوات وتقرر أن تحدث هل راح مر بمراحل مرهقة ميزات الأنظمة الحديثة طبعا الآن معظم الأنظمة هي ويب بيز فما تحتاج أن البرامج تكون موجودة عندك على سيرفر وداخل الشركة والأمور هذه كلها فهي تستخدم الويب براوزر أو برامج التصفح الإنترنت للدخول للبرامج وأيضا توجد لها اللي هي الموبايل أب واليوم أي نظام كاف ما معه موبايل أب يعتبر في قصور شنيعة يعني كثير من الأنظمة يقولك تقدر تدخل عليه من البراوزر على الافتح البراوزر على الموبايل ليست نفس الشيء تحتاج إلى نقول موبايل أب لأن الموبايل أب مصمم لاستخدام الأجهزة الذكية أو الأجهزة المحمولة سواء الهواتف الأجهزة اللوحية التابلت موضوع الـ API أو الانترفيس والانتغريشن من الأمور جدا مهمة نظام الكافم لن يعيش داخل المؤسسة بمعزل يحتاج أن يتواصل مع نظام الموارد البشرية يحتاج أن يتواصل مع النظام المالي إذا كانت المؤسسة عندها نظام مشتريات يحتاج أن يرتبط مع نظام المشتريات وإلا سيبقى بمعزل وقصور يعني بتنحصر أعماله في أمور الصيانة والسجلات الصيانة ولن يستطيع أن يتفاعل تفاعل نقول حي أو فعال أيضا من الأمور المهمة واللي اليوم موجودة في كثير من الأنظمة موضوع الـ IoT الـ Internet of Things وهذه يمكن تحتاج إلى نقول محاضرة منفصلة الـ IoT بس اليوم من الضروري أن تربط مع الكافم سيستم لأنها من أنظمة جمع المعلومات وتحليلها اللي تخدم إدارة المرافق في اتحاد قراراتها والآن نترك المجال حق أخوي بو يوسف فالح العجمي علشان يعرض لنا التدريب العملي بو يوسف معنا معكم والله عافية ما شاء الله أبو إبراهيم ما قصرت والشاشة عندك تعرضها يلا تركنا الله عدتك من عافية شكر لكم متاحة الفرصة لي وشكر شكر خاص لمهندس عياد أنا حاب بس أتأكد الشاشة واضحة قدامكم والصوت واضح واضح واضحة ماشي ومتعد ومتعد طيب استكمال لكلام زميلنا أبو إبراهيم مهندس بدر سالمين عن موضوع الكاثم سيستم طبعا نحن حسب ورشة العمل اليوم راح فقط راح نسوي شغلتين فقط اللي هما نطلع على طريقة تسجيل الأصول ثم راح نعمل الورك ونشوف طريقة عمل الورك وستكمال الورك بدون طباعة ورق وهذا الحديث هذا اللي في الوقت الحالي هو المطلوب هو المرغوب للأسف في الكثير من المؤسسات إذا الآن تعتمد يعني النظام إذا الآن تعتمد النظام الورقي لكن احنا راح نكتشف مع بعض فوائد يعني النظام إذا كان في الموبايل أب وإرسال أوامر العمل مباشرة للموظفين أحب بس أذكر كمان شغلة لا يمكن طبعا تغطية وظائف النظام كلها في جلسة واحدة اليوم فقط راح نشوف الأصول على سبيل المثال احنا فاتحين حاليا النظام هذا النظام صراح خاص فينا يعني احنا أحيانا لما نسوي ورش العمل فيسألونا يعني شنو هذا النظام الذي نسوي هذا النظام خاص فينا وإحنا نطورينا من الصفر وقدم معنا تقريبا سنوات طويلة والحمد الله يعني نظام شغال في تقريبا أربع الطريقة الأكثر شيوعا شنو هي عندنا هي حسب الموقع أو حسب المعدة location based أو equipment based ايش المقصود فيها المقصود فيها أن location based أن نسجل equipment والمعدات الرئيسية نحطها في المواقع ونسوي كأن نحن قاعد نسوي مخطط رقمي للمشروع قدامنا equipment based هو صراحة رأس الشجرة تكون equipment نفسها على سبيل المثال في التكييف رأس الشجرة إذا كان الطبعا فشنو يكون الـ 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 اللي هو الـ والـ وهكذا طيب نرجع لشنو إحنا حاليا location based فإحنا عندنا في هذا التور لو لا يعني لاحظتم أمامكم فإحنا عندنا روف وعندنا الدور العشرين ولما ننزل عندنا لغاية basement 2 هذه هي طريقة location based على سبيل المثال إحنا إيش المعدات اللي موجودة في شصم في الروف يعني بس حاب أذكر شغلة أن الدمو اللي قدامكم هو بسيط جدا يعني عساس أن المعلومة توصل بكل سهولة فحطينا فقط معدات قليلة علشان يعني يكون disability بسيط وسهل يعني سهل الفهم طيب بالروف فإحنا مثلا عندنا بالروف عندنا asset معين هذا هو chiller وطبعا إحنا نستخدم وننصح باستخدام الكودينغ فأنا من الكودينغ أقرأ مثلا H O R F H VAC أفهم من هذا head office بالروف H VAC type CH هي chiller و 001 هي طبعا الرقم المعدة ماشي فحين مثلا على سبيل المثال عندي من الروف رحت لغاية مثلا الدور التاسع في الدور التاسع إيش عندي في الدور التاسع هذا هو location ثم sub location أو يسمى بالspace management أحيانا نسمع space management هي نفس بدل ما هو يكون وراقي راح يكون رقمي ومع هذا الأنظمة وكمان النظام اللي قدامكم تشوفونا يسمح بتحميل المخططات كلها يعني تقدر تحمل المخططات فمثلا عندي بالدور التاسع أنا عندي والله sub location للدور التاسع فعندي FM room وعندي office لمهندس خالد وأيضا عندي meeting room إيش عندي داخل FM room داخل FM room عندي مهندس طارق ومهندس أيمن ومهندس ناصر داخل مهندس ناصر مكتب مهندس ناصر إيش في فعندي والله meeting room داخل meeting room إحنا شوفه دخلنا الحين بالspace management بعد الspace management رحنا وصدنا وبعدين رح بتشوف الasset والsub asset فمثلا داخل meeting room فعندنا two asset يعني مثلا هذي asset وحدة ولما فتحنا كمان الasset لقينا الasset هذه لها كمان sub asset أيضا يعني النظام يعتمد أن تقدر تقدر أن تحط رغم المعدة وتقدر تستوي بشكل سريع طبعا هذه الجزئية الأولى اللي هي جزئية تسجيل الأصول ونسمى ذكرنا في عندنا طريقتين الأكثر انتشارا اللي هي location based و equipment based بروح بنتقل حاليا للموضوع الثاني موضوع الثاني اللي هي work orders ونرسل للفني ونبي الفني يفتح الwork order بدون ما نطبع ورق طبعا الطريقة هي النظام يكون فيه مننا web based و mobile app هدف أن بدل ما نحن نخلي الفني بين كل أمر عمل والثاني يأخذ الورقة نفسها ويروح يشوف الهيلب ديسك ولا يروح يشوف الكافم أوبريتر ويسلم الورقة والهيلب ديسك يعب المعلومات ثم يطبع على ورقة ثانية ثم يروح الفني مرة ثانية لأمر العمل الثاني وهذا صراحة أنا قريتها في أكثر من تقرير يعني في بعض التقارير في مواقع أمريكية أن أكثر وقت ضائع للفني بالترانسبورتيشن وبالويتنج أبروفل ترانسبورتيشن إذا كان داخلي أو خارجي يعني داخل مبنى نفسي يعني نحن في بعض المباني عندنا هنا في الكويت وفي البحرين ويعني في المملكة الأدوار توصل ستين وسبعين ففي قصة صراحة أنا دائما أذكرها أن الفني نفسه خذ ورقة وراح أمر عمل ورقي وراح الدور الواحد ستين فعلى ما وصل باستخدام طبعا الإليفيترز اللي هي مثل الخدمات لأن الفنيين غير مسموح لهم يأخذون الإليفيترز العادية فظل تقريبا أربعين دقيقة على ما وصل عند المعدة اللي بيصلحها في الدور الواحد ستين ولما رجع مرة ثانية سلم أمر العمل واستلم أمر العمل الثاني طلع أمر العمل الثاني كمان في الدور الواحد ستين فتخيلوا إذا كان فيه موبايل آب يعني يسهل عليه العملية يعني ما يحتاج إنه هو يضيع وقت بالترانسبورتيشن رايح وجاي أوامر العمل يقدر عرف يستقبلها ويكملها ويستلم الثاني اللي بعده مباشرة من الموبايل آب بدون ما يضيع بالهال الترانسبورتيشن الداخلي الحين أنا راح راح أفتح معاكم أمر عمل وراح ننفذه بالكامل وراح نفتح الموبايل آب ونكمله يعني مع بعض أول حاجة راح نسويها راح نضيف أمر العامل أمر العامل أنا والله بقول هنقول سبيكر عفوا 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 بس وكي والله أقول مثلا سبيكر عندي عندي سبيكر فيه مشكلة وهذا أنا وقلنا واخترت وهو واخترت ورحت أقدر أختار هنا يعني فئة العمل فئة العمل تسهل عملية المهندسين المشرفين هنقول أختار أنه كهرباء أو إلكترونيات ثم هنا أقدر هنا الميزة ميزة شوفوا بكل سهالة أقدر أحدد بالدور التاسع في المكتابة المكتب ناصر بالميت جروم اللي داخل مكتب ناصر وبعدين أقدر أحدد والله أن هذه المعدة واروح الداخل المعدة أشوف والله أنه فيس عندي سماعة هذه السماعة طليت عليها اخترتها تمام فشوفوا يعني مهما يكون في مئات الآلاف من الأصول اللوكيشن بيست يخلينا نحن نوصل بشكل سلس وسهل جدا هني ثم أختار والله الفني أقدر أختار تيم أو أقدر أختار فني واحد فقط يعني يعملها حسب والله يعني البروسيجرز اللي موجودة في كل مؤسسة وأقدر أيضا أعطي أو أقدر أسوي له يعني خلاص أقول هل هذا هو فقط طريقة إعطاء أمر العمل للفني لا فيه شيء أكثر نفس ما شرح يعني نحن نخلي أوامر العمل معيارية بدل ما أنا أخلي الفني يسوي أمر العمل بطريقة الخاصة أقدر أخلي في أو أقدر أعطي خطوات تسلسلية فأقول مثلا الخطوة الأولى يا محمد أنا أعطيت حكة محمد أقول الخطوة الأولى يا محمد أقول والله تشك بوكس يعني سوي صح أو سوي هذا العمل أقول أول حاجة تسويها سوي كات باور هذه أول خطوة ثاني خطوة أقول مثلا كليين سبيكر أو أي يكون أوكي كليين السبيكر أو تست السبيكر إلي يصير أقدر كمان أطلب منه صورة أقول لو أخذ صورة لأمر للمعدة قبل وبعد ما في أي مشكلة يعني هذه الأنظمة الحديثة بهذه الطريقة أوكي فهذه يعني الخطوات أنا أعطيتها خطوتين أيضا أنا أقدر أعطي بدل ما أخلي الموعد مفتوح له أقول أنت عندك 45 دقيقة لتنفيذ هذا العمل فقط أوكي هذه هي صراح الخطوة الأولى سوينا أمر عمل حددنا الوقت وسوينا خطوات تسلسلية أيضا نقدر نعطي قطع غيار بس أنا صراح ما أدخل بتفاصيل علشان ما أخلي الموضوع أطول من يعني ما أخلي الموضوع بتفاصيل كثيرة هذه الطريقة الأولى بس خلاص سوينا أمر العمل أمر العمل راح انتقل للموبايل أب فالحين رحت للموبايل أب واروح هنا هذا هو الموبايل أب صراحة فلقيت عندي هنا لو تلاحظته في عندي نوتيفيكيشن أقدر أفتحها من نوتيفيكيشن بار نفسه ففتحت والله أمر العمل من نوتيفيكيشن بار أوكي فلقيت مثلا هذا هو بالضبط فمسموح لي 45 دقيقة هذا الشاشة اللي حين شاشة العرض اللي هي البرنامج الوركوردرز لست دقيقة واضح الآن لا للحين ما طبع معلش بدك تعمل شير الانتير سكرين يبدو أنك انت مشارك فقط شاشة واحدة مش مشارك كل الشاشتك فهي ايو 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 والله عاد والله اسمح لحنا ما شاء الله ايو بس هذه لقيتها الحين واضحة تمام اوكي هنم تعودين والله على جوجل ميت يعني زوم قليل نستخدم بس اليوم تعلمنا جي جديد فرحنا الحين فتحنا يعني فتحنا الاب لو لاحظته هذا هو الاب ففتحنا الاب فلقنا انه عندنا دقيقة بس فحدثت بس لقيت انه عندي والله اعتبارا اني انا الفني اسم محمد فعندي من محمد عندي امر عمل من فالح وهذا هو التاريخ نوع والله رقم خمسة وتسعين وهو سبيكر ففتحت انا امر العمل فالحين رح تطلع لي والله تفاصيل امر العمل فعندي والله الرقم وعندي الموقع وين وايضا عندي كمان المعدة عندي ايش يا اخوان عندي الخمسة واربعين دقيقة المسموح فيها امر العمل الانظمة الحديثة تسوي شغلة اسمها يعني تسوي لك حساب هذا بس عن طريق يعني خنقول من الستارت تاسك لغاية الكمبليت تاسك من الفني ورقيا لا يمكن صراحة انا ما لقيت طريقة ورقيا ان الواحد يحسبها بالضبط لكن باستخدام الموبايل اوب انا اقدر اقيم كل فني والوقت المستغرق في تنفيذ الاعمال الحين رحت مثلا هذه البيسيك داتا ابروح للشغلة الثانية اللي الاس او بي فلما رحت عند الاس او بي عفوا بس اوكي فرحت عند الاس او بي فلقيت هذه الخطوتين اللي احنا سويناها مع بعض ففي خطوتين في عندي الخطوة الاولى اللي هي عفوا عندي خطوتين الخطوة الاولى هي ايش والخطوة الثانية هي مثلا حاليا انا علشان ابدأ بالعمل حتى لو ضغط على كات باور او كلين سبيكر النظام ما رح يسمح لي الا ايش الا لما افتح اسوي ستار تاسك فلما ضغط على ستار تاسك هنا بالضبط الحساب تحسب يعني بديت حسب ال فالحين مثلا ضغط كات باور ثم ضغط كلين سبيكر والحين بروح اسوي كومبليت تاسك فاضغط على فعندي هذي اوبشن انا اطلب من الفني نفسه يقول لي ايش الوقت اللي خلص فيه النظام ثاني اطلب منه كمان صور معينة فاشوف انا لو لاحظت شغلة في الموبايل اوب غير مسموح للفني انه ياخذ صورة صورها سابقا يعني احنا شاهلين احنا لاغينها اصلا ليش علشان نبي ياخذ هذي الصور لايب فمثلا لو لاحظت انه مع في هذه هي الصورة احنا اخذناها هذي الصور الاولى اوكي فسوينا اوكي ماشي فهني مثلا اذا عندنا اي يعني اذا اي نوت بزيادة فسوينا سيف لما سوينا سيف هنا بالضبط اذا ضغطنا كومبليت فالسيستم راح يحسب من لغاية كومبليت هذا تاسك ديوريشن اللي اللي بواسطة الفني نفسه فمن اضغط كومبليت خلاص انا عرفت الوقت الفعلي للفني نفسه احيانا كل فني يكون يعني يكون له عليه تكلفة بالساعة فالسيستم يقدر يحسب هلي بها الطريقة هالي طيب الهين راح نرجع بس خلني مرة ثانية اسوي لنفس الصفحة وشي بس عفوا ابي ابراهيم طالع اوامر العمل قدام نعم موجودة فرحت الحين انا الحين قد قل والله عندي الفني سوى امر العمل وانا كمشرف عليه او حتى اذا كان الكاف فعندي مثلا هني ان تاسك كومبليت تي سي هي عبارة عن تاسك كومبليت وفي غرين فلاق ان والله امر العمل هذا تم استكماله بواسطة الفني طبعا احنا دائما يكون ان الفني يسوي استكمال للعمل لكن ما يسوي كلوز للعمل كله يعني هو ما يسكر امر العمل ما يغلق او يسوي كومبليت بالكامل لكن هو يقدر يقول لك تاس كومبليت بواسطة الفني لان اغلاق امر العمل بالكامل لازم يكون بواسطة الاشراف الفني ففتحت الحين فهذا امر العمل بدايته عفوا هذا هذا موقع حاليا في الكويت هذا موقع الفني بالضبط لما بدأ وهذا موقع الفني لما استكمل العمل هذا موقع بالضبط حاليا وهذا هي الصورة اللي معاكم احنا اخذناها live من الكاميرا وكان غير مسموح انه ياخذ صورة ماشي يعني انا حتى في مشروع صراحة في المملكة طالبين اخر صورة ياخذها الفني هي سيلفي وكاتبي ان بليز تك سيلفي يعني حتى ان السيستم ما رح يسكر الا على الاقل يحط يعني صورة سيلفي واحدة فهذا هو حين مثلا تأكدنا ان مثلا جغرافيا مكان كان صحيح وتأكدنا انه اخذ صورة للمعدة عند الانتهاء وايضا تأكدنا انه اكمل standard operating procedure فنقدر هني شنسوي نسوي والله complete يعني لامر عمل كله بالكامل وبهالطريقة احنا سوينا complete للتاسك نقدر نفتح التاسك نقدر روح للوق وهذا شيء مهم جدا هذا هو سجل كامل كل الخطوة لازم النظام يعني النظام لازم يسوي capture لكل الخطوات للسيستم لو لاحظتوك هني مثلا والله الاد cut power فالح بعدين محمد انا استخدمت محمد بعدين مرة ثانية والله انه عرفت محمد وبعدين اللي هو سكرها بالكامل هو المشرف اللي هو اسمي انا يعني فالح بهالطريقة احنا اعتقد غطينا موضوع طريقة تسجيل الاصول ثم غطينا موضوع الاوامر العمل انا بس حاب كمان اشرح شغلة قد ما تكون ولا واضحة في موضوع الرياكتف بس يجب ان تكون واضحة جدا في موضوع البريفينتف مينتنس هذا واضح هذا شي مخطط له انت تخطط فيجب ان التخطيط يكون واضح جدا الوقت الفني القطع الغيار التكلفة كلها فحتى لو حطيت انت مثلا خنقول البريفينتف مينتنس وقلت هذا مثلا شهري انا بحط سنة قدام لغاية التحديث المفروض انه ينزل في نفس الاس او بي ينزل في مهما تغير الفني في عندك معايير معينة نفس امر العمل نفس الاس او بي ونفس الوقت المستغرق اللي هو يعني اللي هو اي فني مهما تغير يظل هو نفس الوقت المستغرق ونفس امر العمل يسوي قلعتكم العافية انا اعتقد بهالطريقة او النقطتين اللي احنا يعني كنا متفقين عليها في البرزنتيشن اترك المايك عندك ابو ابراهيم وعند المهندس شكرا الله خير ما قد صارت يا ابو يوسف الله يعطيك العافية ويبارك فيك الان ننتقل الى فقرة الاسئلة نسوي شير سكريم لحظة شكرا عافية مهندس فالح بارك الله بجهودكم اللي عنده اي سؤال يا اخواني استخدم قصية ريزهان ابو يوسف بس توقف خلص فقرة الاسئلة من عندك توقع الله نفتح بس الاسئلة اللي موجودة في صندوق المحادثة نجاوب عليها تمام اذا تحب انا اقرأ السؤال انا اعتقد اني جاوبته بس تحب ان اقرأ يعني في احد الاسئلة ابو ابراهيم اذا تقدر تجاوبها الفرق بين CMMS والكافم CMMS والكافم ذكرناها في البداية CMMS اللي هو الكمبيوترائز مينتنانس مانجمينت سيستم النظام يركز على اعمال الصيانة وادارة اعمال الصيانة الكافم اوسع من عملية الصيانة يعني كل كافم سيستم يحتوي على CMMS ولكن ليس كل CMMS يحتوي على كافم فالكافم عبارة عن نظام اوسع واشمل واكبر يعني يحتوي على ادارة الصيانة ويحتوي على ادارة مشارية ويحتوي على ادارة التشغيل اللي هي ادارة اعمال الصيانة والزراعة والتنسيق الداخلي وجميع هذه الامور فادارة المرافق اعم ويعني يمكن بيوسف ذكر نقطة اللي هي ادارة المساحات او الاسبيس مانجمينت هذه مو موجودة في CMMS لانه لا يختص فيها ولكن بعض الانظمة سع فقط في موضوع الاسبيس مانجمينت وفي انظمة منفصلة ليست كافم ولكن هي فقط عبارة عن سبيس مانجمينت سيستم للجهات اللي تحتاج الى ادارة يعني المساحات بشكل تخصصي وكثير من انظمة الكافم سيستم تحتوي على نقول موديولز او وحدة لادارة المساحات ف CMMS عبارة عن جزء من الكافم سيستم في عندنا سؤال من اخونا فيصل يقول ما الفرق بين مدير المشاريع ومدير المرافق مدير المشاريع هو الشخص الذي يقوم بادارة المشروع والمشروع بتعريف البيماي اللي هو اعمال محددة مؤقتة لها بداية ونهاية لتحقيق هدف معين ادارة المرافق مرتبطة بالامور التشغيلية واليومية اكثر منها بانجاز الامور فعلى سبيل المثال لما يكون عندي مشروع انشائي راح نبني مبنى من ثلاثة واربع ادوار نحتاج مدير مشروع لادارة المشروع من بدايته الى نهاية اكتمال اعمال المشروع بس لما تكتمل اعمال المشروع لا تسلم اعمال تشغيلة وصيانتا لمدير المشروع مدير المشروع في الغالب سينتقل الى مشروع اخر ليقوم ببنائه مدير المرافق هو المختص بهذا الامر فمدراء المرافق عادة يعني مهتمين بالامور المرتبطة بالتشغيل وتركيزهم على المستخدمين الشخص اللي قاعد يستخدم المبنى سواء مقيم زائر اه نقول عابر في المبنى ما هي احتياجاتها وكيف يقوم بتلبيتها هذه الامور لا تختص بادارة المشاريع مدير المشروع يركز على انجاز المشروع وانجاز الاعمال ادارة المرافق تركز على الانشطة والاشخاص اللي موجودين لتمكينهم من اعطاء اقصى اداء عندهم في اعمالهم ومثل ما ذكرنا في البداية لتفريغ المؤسسة للتركيز على اعمالها الاساسية الكور بيزنس هذا ما لا علاقة مع ادارة المشاريع داخل ادارة المرافق عندنا ادارة مشاريع لادارة المشاريع الصغيرة المرتبطة بالمرافق تحت التشغيل عندنا توسع في المبنى اعادة تهيئة تغيير اثاث تحريك الموظفين من موقع الى اخر نقل الموظفين من مبنى الى مبنى هذه مشاريع مرتبطة بادارة المرافق السؤال الاخر يقول ابو ابراهيم بس لنا في سؤال يعني في نفس السياق كمان الناس دائما تسأل يقول ايش الفرق بين اليربي والكثم صحيح اليربي اللي هو الانتربرايس ريسورس بلانينج هذا النظام تحتاج كل مؤسسة فتقريبا لا تكاد توجد مؤسسة ما فيها ايربي اليربي هو النظام اللي تستخدم الادارة المالية علشان الميزانية وتستخدم الادارة المحاسبية علشان الاخاونتنج ترانزاكشنز كل دينار وكل فلس وين راح وين انصرف وين دخل وفي اي حساب والرسيف والرسيفابلز والبايابل راح ندفع حق من ومن يطالبنا ومن احنا نطالبه الامور هذي كلها تدخل تحت اليربي ايضا من ضمن اليربي موضوع الموارد البشرية الموظفين وادارتهم يعني في الغالب هو في هذا المحتوى الكافم سيستم اللي احنا ذكرناه الان ففي بعض الانظمة نقول او بعض الشركات اللي عندها ايربي تقدم كافم سيستم ولكن في الغالب يقدمون نقول الوظائف الاساسية البسيطة جدا انت اشكاليتك مع البرمجيات في الغالب ان الاشخاص اللي يقومون فيها مهندسين البرمجة فيحتاج الى شخص يشرح له ما هي وظيفة النظام مهندس البرمجة شاطر قول له شنو تب راح يسوي لك بس اذا ما قلت ليا بطريقة صحيحة وطريقة سليمة ما راح تحصل على الوظيفة والفنكشناليتي لذلك على سبيل المثال في موضوع ادارة المشاريع يمكن كثير من المهندسين على جراية فيها اشهر البرامج لادارة المشاريع هي البرامج اللي انشئتها شركات اصلها مقاولين ومهندسين ادارة مشاريع استعانوا بمبرمجين علشان يبنون البرنامج بناء على احتياجات المشروع وفي برامج سوتها شركات برمجة شركات سوفتوير شركات ايتي ليست هي البرامج نقول المشهورة وليست هي البرامج المعتمدة وان كانت يعني شائعة ويمكن موجودة في تسعين في المئة من الاجهزة ولكن كم مشروع عملاق تم تنفيذه عن طريق هذه البرمجيات قليلة جدا لانها لا تخدم الوظائف الاساسية نفس الشيء بالنسبة لموضوع الكافم وموضوع اليربي فاليربي منفصلة وان كان بعضهم بإمكان ان يوفر بعض الامور المرتبطة بالكافم ولكن ستكون جدا محدودة ما التخصصات المستفيدة من البيم طبعا موضوع البيم يحتاج ممكن الى محاضرة بروحة نتكلم في موضوع البيم البيم اللي هو البيم البيم واللي الآن هو الطريقة الجديدة لإنشاء المشاريع وإدارة تصميم المشروع الفكرة منه انه لا ينتهي بانتهاء المشروع واستلام المشروع من قبل المالكة والمستخدم الفكرة منه ان يمتد وينتقل هذا البرنامج للارتباط او الانتغريشن مع الكافم سيستم ويستمر الى نهاية عمر المنشأة فيستمر في فترة التشغيل بشرط انه اكون انا حطيت فيه المعلومات اللي احتاجها للتشغيل يعني كثير من الجهات ينظرون الى موضوع البن موضوع منفصل لمرحلة الانشاء اذا نظر بهذه النظرة سيكون قاصر ولن يكون جاهز للانتقال الى مرحلة التشغيل لذلك من الضروري انه يكون نقول استشاري ادارة المرافق اللي عنده خبرة في متطلبات البن موجود مع الفريق الاستشاري للبن في بداية المشروع حتى قبل لا يبدون في نقول تفاصيل التصميم وادخال البيانات تصميم الاحتياجات التشغيلية لبعد اكتمال المشروع السؤال الاخر من اخونا طلال يقول هل يعتمد النظام هل يعتمد النظام في المشاريع القائمة كمقاول او مهندس ما فهمت السؤال بس هو سستخدم شركات ادارة المرافق ويحتاجون لملاك المباني او المطورين لان في النهاية المعلومات الموجودة في تخص المالك وان كان اللي راح يستخدم النظام قد يكون المقاول ولكن النظام احتفظ فيه بسجلات اصولي واحتفظ فيه بتاريخ صيانة المعدات الاعطال قطاع الغيار التكاليف جميع هذه الامور طبعا جزء كبير من الكلام اللي شرحنا يحتاج الى تطبيق النظام بشكل صحيح يعني لو حطيت على النظام و ما دخلت فيه البيانات المالية واستخدمه الوير كوردر أو أوامر العمل غير مرتبطة مع العمالة يعني واحدة من الشركات يعني مرت علينا اختصارا للوضع فهو بدل ما يقول لك الموظفين ويدخل بياناتهم في النظام ويحدثها فهو عنده تكنيشن ون تكنيشن تو تكنيشن وثري لأنه كل يوم هو عنده ثلاث فنيين فهو فلان الفني رقم واحد اليوم بكرة قد يتغير الشخص بعد سنتين هذا الشخص مو موجود ولكن الهيستري اللي موجود عنده في النظام تكنيشن ون تكنيشن تو تكنيشن وثري طيب لما نايي بعد أربع سنوات هل أعرف التكنيشن ون هذا من كان المعلومة غير موجودة فهذا المقصود ان عملية وتصميم النظام تكون بشكل سليم ما الفرق بين إدارة الصيانة وإدارة المرافق تكلمنا عن الصيانة اللي هو من وظائف إدارة المرافق وليست كل إدارة المرافق أشهر أسماء البرامج إدارة المرافق البرامج كثيرة جدا يعني يمكن من أشهرها وأعتقد أحد الأخوان سأل سؤال عن ما رأيك في برنامج المكسيمو مكسيمو واحد من الأنظمة ركي بص نظام آخر نظام ثالث هذه الأنظمة نقول كبيرة والأنظمة العملاقة لعلشان أمتلك النظام يحتاج إلى فريق لإدارة النظام وتشغيله يعني يحتاج يمكن إلى شخصين آي تي متخصصين فقط يتأكدون أن النظام شغال وهناك أنظمة أخرى نفس النظام اللي أخوان نبو يوسف أستاذ فالح من شوي أرض لنا ما يحتاج إلى نقول فريق متخصص لإدارته النظام عبارة عن وب بيز كلاود سيستم تستخدمه من أي مكان فلا يرهقك في عمليات التشغيل وفي أنظمة كثيرة لا تحضرني الآن كل الأسماء بس من أشهرها مثلا وبتيمي إفاي إس كافة ميكس فلورر وقيس عليها أسماء كثيرة والنظام الآيمس اللي بيوسف عرض لنا المهم أن تعرف ما هي احتياجاتك وهل هي ملباة في النظام ولا لا يعني أنا عرف مؤسسة من المؤسسات عندهم نظامين والآن يسعون إلى تغييرهم وطارحين مناقصة أو يعني للبحث عن نظام أفضل بديل لأن يعرف نظامين تفعيل النظام ما تم بطريقة صحيحة والنظام يحتاج إلى موارد مرهقة لتشغيله فما راح يشغلونه فالآن يبحثون عن نظام أسهل وأبسط للاستخدام فانتعرف ما هي احتياجك وفي شركات تستخدم المكسيمو والأنظمة الكبيرة بفاعلية لأنه يتناسب مع حجم المؤسسة وتفاصيلها ما يجد وتطبيق هذا النظام في الشركات الصغيرة وتحديدا الشركات الخدمية مثل شركات الأبحاث التطبيقية الأبحاث التطبيقية ما أدري شنو المجال اللي هما يسوونه ولكن إذا أنت شركة تطبيقية وعندك وصول ومعدات تحتاج إلى إدارتها في الغالب تحتاج إلى نظام من هذا القبيل خاصة إذا كنت نقول تحتاج إلى جمع هذه المعلومات وتحليلها في النهاية وللحصول على أفضل الممارسات هل الموضوع المعدة أن تكون شغالة وسليمة أمر مهم إذا كان الأمر مهم فأحتاج أن توضع لها إجراءات دقيقة لعملية تشغيلها وصيانتها للتأكد من عدم تعطل المعدة يمكن قد يكون هو مفيد أكثر للمؤسسات الصغيرة لأنه يوفر عليها الاحتياج إلى عمالة إضافية وتكاليف مالية مرهقة للقيام بهذه الأعمال موضوع الجدول موضوع المراقبة هذه الأمور كلها تتم الآن عن طريق النظام فأنا ما أحتاج أوظف موظفين علشان يسوون لهذا الشغل ما هي أفضل الشهادات لمهندس أو مدير المرافق والدورات المهنية المساندة لمدير المرافق طبعا ليس موضوعنا اليوم عن الشهادات ولكن بما أن السؤال طرح فنذكرها على عجالة الشهادات المعتمدة هي الشهادات التي تصدر من الجمعيات المعتمدة في مجال إدارة المرافق أشهرهم في منطقتنا الجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق مثل مقرها دبي وفي عندهم برنامج معتمد من ثلاث مستويات تأسيسي ومعتمد ومحترف اللي هو معتمد الشهادة أو المسمى بعد اجتياز الدورة والاختبار يحصل الشخص على مسمى مدير مرافق معتمد ومستوى الأعلى اللي هو مدير مرافق محترف اللي هو أعلى مستوى الجانب الآخر اللي هو الجمعية الدولية لإدارة المرافق مقرها أمريكا الإثمة أيضا في عندهم برامج الأمور المرتبطة بإدارة المرافق طبعا عندهم عدد كبير من الشهادات ولكن شهادات إدارة المرافق الـ F&B اللي هو Facility Management Professional وCertified Facility Manager الـ CFM فعندهم F&B وCFM كشهادات أيضا يعني نقول الفرق بين الاثنين إنها واحدة برنامجها مصمم لمنطقة الخليج الأمثلة الشارح الأمور هذه كلها والأخرى معظم أمثلتها ونماذجها نقول غربية مثما تقدم دوراتها بالعربي والإنجليزي إثما بالإنجليزي فقط مثما الاختبار والدورة ممكن يكون بالعربي السؤال عن اليوتيوب أعتقد مهندس إياد ممكن تجاوب على هذا السؤال هل رح تنزلون التسجيل وين يلقونا في أي قناة أكيد إن شاء الله رح نزل في الأيام القادمة ممكن نرسل عن طريق الإيميلات بسجل عليها رابط المحاضرة إن شاء الله إن شاء الله فل رح يجيكم على الإيميلات ولكن أيضا إذا تابعون الواتساب جروب الخاص بالمجموعة فرح تحصلون أيضا على جميع الأمور المرتبطة بالدورات المستقبلية هوتو بي سيرتفايد فسلتي منجر اللي ذكرنا تحضر الدورات وتقدم الاختبار وتحصل على شهادة الاعتماد والمسنة هل يستخدم هذا السيستم الذكاء الصناعي ليس في كل وظائفة وإن كان موضوع الذكاء الصناعي موضوع جدا واسع الآن بعض الأنظمة بدأت تستخدم موضوع الذكاء الصناعي في بعض الأمور ولكن ليست جميع الأنظمة مبنية على الذكاء الصناعي ولكن الآن بدأ يدخل موضوع الذكاء الصناعي في أنظمة الكافب لأمور التحليل و نقول يعني اتخاذ القرار رأيي في برنامج الماكسيمو يعني قد لا أكون أنا الشخص المناسب للحكم على برنامج الماكسيمو برنامج الماكسيمو من البرامج المشهورة يعني أنتجت شركة آي بي م وتدير بشكل احترافي يعني البرنامج يحتاج إلى نقول خبرة لتشغيل يحتاج إلى خبرة عند المؤسسة لتطبيقه يعني ما تقدر تيب الشركة اللي تسوي لك وتقول لهم عطوني نظام ناسبني لازم تدخل معهم خطوة خطوة وتقول لهم شنو يساوون لك ففي الغالب إذا ما عندك هذه المقدرة داخل مؤسستك من الصعب الحصول على الأمر اللي تبغي لأن الماكسيمو لازم يتفصل على الاحتياجات اللي عندك لذلك شركة IBM مو هي اللي تبيع النظام الماكسيمو ففي كل دولة تلقى أربعة وخمس شركات مرخصين من IBM لبيع النظام فهو يأخذ احتياجاتك ويفصل النظام عليها ويشغل لك فلو تروح تشوف ماكسيمو في مؤسستين مختلفتين راح تشوف شكله مختلف والفيلد مختلفة والاحتياجات مختلفة والسبب تفصيله مختلف يعني الماكسيمو نظام كبير ولكن يحتاج إلى موارد لإدارته ذكر ذكرنا الأنظمة أخ هاشم كيف نستطيع تحميل النظام تحتاج أن تشتري كذا كان من الأنظمة التي نقول الوبيز فممكن الاشتراك فيها أو تشتري النظام ما مر عليه نظام أنه ممكن تحمله وتستخدمه على الجهاز لأن معظم الأنظمة هذه تكستمايز حق الشركات يعني أتذكر كان في شخص أخذ نسخة من برنامج شركة ووده وشغله على جهاز تاني نجح في العملية ولكن كأن عبارة عن نسخة مطابقة للبرنامج اللي موجود من الشركة باللوغو وبعض التفاصيل الفنية فما عندي فكرة إذا يعني فيه ممكن تحمل بس مثلا النظام المس ممكن التواصل مع الأستاذ فالح إذا لك رغبا أن تشوف النظام وكذا وأن تستخدم فأعتقد المجال المفتوح وممكن يساعدك في هذا الأمر الديمو يوزر الأستاذ فالح عنده ممكن يساعدكم فيها الجماعة اللي راغبين في هذا الأمر ممكن التواصل معه إن شاء الله رابط الشهادة أعتقد نحتاج أن نعرض بيوسف الكود عفوا أنا أسوي بس من عندي شير أي تفضل أيضا تم يرسله في الشات رابط موجود في الشات الشباب الرابط للحضور الشهادات موجود في الشات فتقدرون تلقون هنا هل النظام فعال إذا كان عدد الموظفين أقل من 150 ما لعلاقة بعدد الموظفين في شركة صغيرة على الموظفين اللي فيها أقل من 20 ويستخدمون الكافم سيستم لإدارة الأنظمة لأنهم شغالين لأكثر من عميل فعلشان يجمع البيانات ويطلع التقارير الشهرية نهاية كل شهر لكل عميل ويعرف تكلفة كل عميل كم عليه يستخدم النظام فما لا علاقة بالعدد الموظفين بس 150 يعتبر عدد كبير يعني 150 لو بديرهم بدون كافم أعتقد العملية صعبة أو مرهقة السؤال يقول ذكرت أن النظام لازم يكون مربوط مع الكافم أنظمة المشتريات والمالية فما هو الدور الفكرة ربطة مع أنظمة المشتريات والأنظمة المالية علشان إدارة الميزانيات وإدارة المصاريف وأيضا إدارة المخزون لأن المخزون من ورع عيني إذا ما كان مربوط مع المشتريات أو إذا نقص المخزون شلون رايح أطلع أمر الشراء فهذا الفكرة من ربط النظامين مع بعض طبعا فيه شركة كان النظام بسيط والشركة بسيطة ولكن مفعلين النظام بأقصى درجة فكانت جميع مشتريات إدارة المرافق الأمور المرتبطة والاحتياجات المرتبطة بإدارة المرافق تطلع من الكافم سيستم الكافم هو اللي يقول والله قطعة الغيار الفلانية المحبس المقاص الفلاني النوعية الفلانية نحتاج أن نطلب منها order الكمية الفلانية السبب ليش يعرف الكمية لأنه عنده الاحتياج والصرف ويعرف الفترة ويعرف المدة اللي يحتاجها علشان من إصدار الأمر إلى وصول الكمية فهو يطلب قبل ما توصل الكمية إلى الصفر علشان يتم إعادة تعبئة المخزن قبل نفاذ قطع الغيار هذه العملية إدارتها يعني نقول مو وحدة لكل قطع الغيار يعتمد بعضها من الداخل بعضها من الخارج بعضها موردين يطلبون من الخارج بعضها مورد موجودة عنده في المخزن على طول راح يصرف لك إياها فهذه من الصعب إدارتها بشكل يدوي ولكن النظام إذا دخلت البيانات بشكل صحيح فبالإمكان إدارتها لذلك ربطهم مع بعض يساعدني في هذا الأمر وإلا رايح أعاني من موضوع نفاذ قطع الغيار من المخزن قبل يعني وقت الحاجة لها طريقة للتواصل مع حضرتك التواصل مع الأستاذ فالح إذا تحط مع الكامير بيانات التواصل في الشات أبو يوسف الناس عشان يتواصلون أبشر الحين حط طبعا بعد ذلك مهندس عياد حط البس الرقم أو تواصل كمان عن طريق المهندس عياد بس أنا بحط الرقم فضل الله يسلم كيف يمكن تأهيل في مجال إدارة المرافق وهل هناك شهادات أعتقد أننا ذكرناها الـ PMI اللي هي الـ PMP نقول شهادة إدارة المشاريع الاحترافية تقابلها في مجال إدارة المرافق الـ C-FM Certified Facility Manager الـ PMP اللي هو Project Manager Professional اللي هو محترف إدارة المشاريع في مجال إدارة المرافق الشهادات مسمياتها مختلفة في الـ FMP ويعني هذه أشهرهم في منطقتنا ولكن إذا تطلع بره منطقتنا في شهادات أخرى بريطانيا فيها شهادات في استراليا فيها شهادات نيوزلندا فيها شهادات لأن معظمها تصدر من جمعيات إدارة المرافق في هذه الدول ولكن مثل ما قلت عندنا في المنطقة العربية مفما وإفما أشهر الشهادات المعظم الأنظمة الآن تعطيك الإمكانية أن تضيفها كصورة أي مرفق مدام في إمكانية فتح هذا المرفق فبإمكانك إرفاق أي دوكيمنت وهذه موجودة تقريبا في جميع الأنظمة في حال السيممس التطبيق التي تم الشرح عليها ممكن يكون أني حصرت بأعمال الصيانة والله ما فهمت السؤال أخي عبد الله شرحنا وفصلنا في موضوع الكافم جزئية إدارة الأصول وإدارة الصيانة طبعا وتكلمنا عن الصيانة التفاعلية بس ما تكلمنا عن والأمور التفصيلية الأخرى من الوارد أن يتلاعب الفني في الضغط على الزر البد في الأعمال الصيانة أهلوناك حلول أخرى مرتد موجودة على سبيل المثال النظام اللي أبو يوسف شرح لنا هي يحدد وقت الضغط وين الفني كان موجود فلو الفني يقول ضغط على الزر وهو قاعد في بيتهم قبل ما يوصل حق المعدة راح يبين عندك في الجهاز وهذه الآن موجودة في كثير من الأنظمة اللي هو باستخدام لأن الميزات هذه أصبحت لا موجودة في الأجهزة الذكية فأنت بإمكانك أن تحصر بعض الأمور وتمنع استخدامها وبعض الأمور إذا ما كانت مفعلة ما راح يقدر يسويها يعني على سبيل المثال لو مسكر موضوع تحديد المواقع في جهاز الجهاز ما راح يتم العملية إلا إذا كان بإمكانه استخدام تحديد الموقع من الجهاز فهذه موجودة هذه الإمكانيات في بعض الجهات أيضا يضعون الرف اي يقول ريدر على الجهاز أو بار كود في مكان معين وتحتاج أنه تاخد صورة حية في مكان معين فكلها من الطرق اللي بعض الجهاز تختارها وبيوسف يمكن ذكر لنا أنه ياخذ سلفي مع المعدة لما يخلص الأعمال وما يتأكله أنه فعلا كان موجود في الموقع الله يعافيكم حياكم الله إذا أمكن حماية خصوصية بيانات الشركات هو أنت في الغالب يعني يعتمد من نظام إلى نظام كثير من الأنظمة نقول النظام مصمم وخاص بالشركة على سيرفر الشركة بس خصوصية البيانات واللي هو أن الشركة أو مزود الخدمة عندها معايير معينة بالإمكان الاطلاع عليها والموافقة عليها نفس ما الآن نقول في تعاملاتنا مع البرامج مع التليجرام مع الواتساب مع التويتر فبين فترة وفترة يغيرون اتفاقيتهم ويطلع لك إياها قبل ما تكمل فإذا ما قلت لأنه موافق على الاتفاقية ما راي خليك تستمر فيها ولكن اليوم من يقرأ تفاصيلها ويعرف شنو اللي موجود فيها ولكن مع الشركات هذه بإمكانك أن تطلب يعني الخصوصية اللي أنت تحتاجها وتشوف إذا الشركة راح تلبي لك إياها أو لا وأنت في الخيار بالقبول أو بالرفض طبعا لما نتكلم عن حماية مئة في المئة هذه غير موجودة في عالم اليوم لنكن صاجقين ولكن ما هي الاحتمالية كم عدد الاختراقات اللي موجودة على أنظمة الشركة ما هي نقول يعني خصوصية البيانات اللي موجودة وإلى أي درجة إذا كانت في لها احتياجات معينة بالإمكان التفاوض عليها مع مزود الخدمة ولكن في الغالب ستكون بتكلفة لن تكون مجانية هل يمكن ربط الـ IOT مع الـ اللي هو الـ Artificial Intelligence مع الكافم الـ IOT نعم كثير من الأنظمة الآن فيها IOT بالإمكان الربط معها وإن كان يعني ليس الكلام عام ومفتوح أي IOT ممكن يرتبط مع أي كافم يعني ما يزال الموضوع جديد في هذا العالم ولكن الإمكانية موجودة ومستقبلا أعتقد ستتم بطريقة معيارية standard لعملية ربط الـ IOT devices مثل ما عندنا الآن نقول Bluetooth تقدر تربط أي Bluetooth device مع أي smartphone هذا هو المتوقع أنه سيكون مستقبلا والفكرة منها لأن IOT devices أساسا أي شركة بإمكانها أن تنتجها فما عادت محصورة سابقا على شركات معينة ولازم تشتري النظام منهم أو من الجهة يعني على سبيل المثال اليوم لما ننتكلم عن smart device أو smart phone أي جهاز من أي مكان تستخدمه تقدر تحمل عليه التطبيق الكافم وتستخدمه في نهاية التسعينات بداية الألفين هذا الكلام ما كان موجود لازم تشتري النظام أو handheld device أو الجهاز المحمول من نفس الشركة وهما اللي برمجون حتى لو رحت شريط الجهاز من مصدرة أو من الشركة المنتجة ما عليه البرنامج ما رحت تقدر تستخدمه فلازم تدفع لهم مقابل كل جهاز وكانت عملية جدا ميسرة وتكلفتها جدا جدا متواضعة الكافم هل أوراكل تقدم النظام أعتقد أن أوراكل عندهم نظام كافم ولكن ليست شركة أوراكل نفسها يعني أوراكل نرجع نفس ماكسيمو شركة أوراكل لا تقدم شركة أوراكل تقدم منظومتها الشركات التي تقوم بعمليات التطبيق أو الامبلمينتيج الامبلمينترز هم اللي راح يعطونك النظام على الأوراكل ففي كثير من أنظمة الكافم مبنية على الأوراكل كأوراكل ديتابيز بس ليس بالضرورة أن هي مصدرها شركة أوراكل ولكن شركات أخرى تستخدم الأوراكل لتقديم الخدمة ما الفرق بين الموقع والمرفق وما الفرق بين المعدات والأصول وإذا كان المقاول تم لديه نظام التطبيق في كيف سأستخرج المستمالية من المالك بدون طباعة ورق ورابط التحضير لا يعمل نعم طبعاً هذا الموضوع يحتاج إلى شرح أخ أمين أول شيء الفرق بين الموقع والمرفق الموقع ليس بالضرورة أن يكون في مرفق لما نتكلم في إدارة المرافق عن موقع فإحنا نتكلم عن موقع محدد قد يكون هذا الموقع في مرفق في مبنى فقال لا يكون في مبنى أنا ممكن تكون نقطة في منتصف الشارع هذا عبارة عن موقع ولكن لما نتكلم عن مرفق فأنا نتكلم عن مرفق مبنى وليس بالضرورة أن يكون مبنى لأنه ممكن يكون المرفق مدرج طائرات رنوي هذا مرفق وإن كان ليس قائماً فوق الأرض ولكن يدخل تحت المرافق قد يكون ميناء بحري يعتبر مرفق فهذا الفرق بين الموقع والمرفق والاسمين يستخدمون بالتبادل في إدارة المرافق يعتمد على ثقافة المؤسسة ففي كثير من المؤسسات يستخدمون اسم موقع وما يستخدمون مرفق لمرافقهم الفرق بين المعدات والأصول الأصول أعم وأشمل الأصل ممكن تكون معدة وممكن تكون غير معدة على سبيل المثال من الأصول الأثاث من الأصول المباني من الأصول يعني نقول التركيبات الخارجية الإنارة الخارجية هاي كلها من الأصول المعدات ممكن تكون ثابتة ومتحركة ممكن تكون وحدة تكييف تشلر ممكن تكون سيارة ممكن تكون سيفينة ممكن تكون طيارة كلها عبارة عن معدات فهذا الأصل أشمل وأعم الأصل يشمل المعدات وغير المعدات ولكن إذا تكلمنا عن معدات فهي ما يسمى بالإكوبمنت سواء كهربائية أو ميكانيكية إذا كان النظام خص المقاول هذه واحدة من المعضلات اللي موجودة واللي كثير من مدراء المرافق أو عفوا الملاك المرافق والمطورين لا يعونها فهو يطلب من شركة إدارة المرافق أن تدير الموقع باستخدام نظام الكافر طيب إدارته في النهاية الشركة تخرج مع البيانات أو يعطونا البيانات على اكسل شيت من زين أو يعطونا نسخة من الديتابيز ما راح يستفيد منها لأنه راح تكون منفصلة وكل ما غير المقاول تغير النظام فهذا خلل لذلك يعني من الأمور اللي يشجع عليها في صناعة إدارة المرافق أن تكون ملكية النظام للمالك المبنى وهو اللي يقوم بعملية إدارة النظام والمقاولين يستخدمون النظام فلذلك نخرج من موضوع البيانات المالية والأمور هذه كلها لأنه مربوطة في نظامي فأنا عندي كافة البيانات وأنا اللي أعطي المستخدمين والمقاولين نقول اليوزر نيم والباسورد لاستخدام النظام وراقب دخولهم وخروجهم وتفاعلهم مع النظام لا يوجد في المكسيمو هذا النظام وأصبح مطلوب من قبل العميل فما هو الحل الكثير من العملاء يطلبون المكسيمو نقول قد يكون أمر استراتيجي أو لأن بعض الشركات طلبت المكسيمو يعني أنا مر علي شركات أو مؤسسات تطلب المكسيمو ومزود الخدمة يقدم لهم المكسيمو ولكن في النهاية ما حد يستخدمه اللايسنز موجودة وتندفع فلوسها كالتزام من العقد ولكن في نهاية مدة العقد لم يتم تفعيل النظام بشكل سليم يعني الخلل هنا في وضع الاحتياجات علشان شري أنا في البداية يقول ما هي احتياجاتك اللي تحتاجها التي تتناسب مع حجم المؤسسة وطبيعة أعمالها رابط التحضير رأعتم موجودة في الشات الشباب تقدرون ترجعون له تكلمنا عن ربط الكافم مع IOT وأيضا ربطه مع البيمس طبعا الآن من الأمور الضرورية والمهم أنه إذا كنت راح مبنى جديد وراح يكون عندي في بيمس لازم يكون الكافم مربوط معه يعني في الأنظمة السابقة تلقى شاشة أو نظام الكافم على جهاز والبيمس على نظام البيمس اللي هو البيلدينج مانيجمنت سيستم فلما يطلع الارم على البيلدينج مانيجمنت سيستم الأوبريتر يروح على الكافم ويرفع أمر صيانة أو أمر عمل الآن هذه الأنظمة يتم ربطها ربط إلكتروني مجرد وجود الارم في البيمس ينتقل إلى الكافم الإشكالية في عملية الربط وين يعني قلنا أن الكافم يحتاج إلى عناية في عملية الإعداد والضابط ووضع المعايير والأمور هذه كلها الآن أصبح عندك نظامين تحتاج إلى نفس الأمر يعني واحدة من الأمور اللي دائما نلاحظها في الكافم خاصة في الامبلمنتيشن اللي ما يتم بطريقة سليمة على سبيل المثال الارم عادة في الكافم تلقى عندهم تسعة وتسعين وفي أنظمة فيها ألف مستوى مزين المقاول أو مزود الخدمة لما نبرمج النظام جميع الألارمز اللي موجودة في النظام كلها مستوى واحد كلها تسعة وتسعين فسواء فلتر أو مضخة الأطفاء الرئيسية متعطلة كلهم بنفس المستوى كألارم فلذلك أنت يعني ما تبغي ترهق نظام الكافم و يعني تحمله أو تغرقه بكم كبير من أوامر العمل الغير مجدية ولكن عملية الرابط نعم موجودة وفعالة وبعض المؤسسات تطبقها ولكن تحتاج إلى عناية بكلاء النظامين التعرف على مجال الشركة تواصلوا إلى الأستاذ أبو يوسف الفالح أعتقد رقمه موجود فتقدرون تتواصلهم معه عندنا نظام فوق العنان بسم ماتكس هل يمكن لهذا النظام التكامل مع قوى البيانته بحيث يحصل فريق الصيانة على التفاصيل بشكل منفصل من حيث المصال المعلوماتية و لما يخص المحاسب والتقارئ منخصاتها طبعا الحصول على البيانات يعتمل هالبيانات موجودة ومربوطة أساسا ولا لا زين للأمان أنا ما عندي فكرة عن نظام الماتكس ما تعرفت عليه يعني يمكن سامع الاسم مرة ومرتين من قبل ولكن ما شفت النظام ما عندي فكرة عنه ولكن أصل أن جميع الأنظمة فيها هذه الإمكانيات موضوع الرابط والحصول على البيانات من قواعد البيانات الإشكالية أحيانا قد تكون هذه العملية مكلفة لأن مزود الخدمة والوكيل النظام والشركة اللي عطتك النظام كل أمر راح تسوي أمر تغييري أو إضافي له تكلفة وعادة يطلبون تكلفات جدا عالية في هذا الأمر لذلك يفضل أن تكون احتياجاتك موضوعة من البداية علشان يتم إدخالها من ضمن الأعمال الأساسية قبل القيام بالأعمال نحاول نجاوب على الأسئلة بشكل سريع على أساس أنها طولنا في الموضوع الانتيجريشن تكلمنا عنه هل يساعد النظام في تقييم قطع الغيار والمورد الذي قاوم بتوريدها ممكن لأن المفروض أنه إذا فعلت النظام بشكل سليم القطع من أي مورد من أي نقول باتش من أي مجموعة فبإمكانك تعرف الأعطال اللي تحصل عليها بعدين وتربطها معاها عن طريق التقارير نعم بالإمكان ولكن يحتاج إلى عناية يحتاج إلى وضع هذه المتطلبات وقت الامفليمنتيشن علشان بياناتها تدخل وتقاريرها يتم إعدادها الموبايل أب كيف عمل الموبايل أب مع تطبيق المكسيمو لا يوجد نظام الاستفاد المكسيمو عندهم موبايل أب ولكن تكلفة عالية حسب علمي بس عندهم موبايل أب المكسيمو ما عندي تفاصيلة بس مر علي واحد من الشباب كانوا يستخدمون المكسيمو وقال لي أن عندهم الموبايل أب بس هم ممفعلين لأن تكلفة اللايسن عالية فممطبقين على كل الفريق اللي موجود تكلفة النظام تتراوح يعني إذا بتاخذ الأنظمة الكبيرة نقول عشرات الآلاف بل مئات الآلاف من الدنانير يعني مر علي نظام تكلفته بالكويتي سبعين ثمانين ألف دينار معنا ما كان عدد المباني ما كان كبير وفي أنظمة جدا متواضعة يعني على حسب الاحتياج والاستخدام يعني ممكن يكون مئات الدنانير أو يعني مبالغ متواضعة سنويا يعتمد على الخدمة ولكن لا تفكر فيها ولا تحسب ها فقط تكلفة النظام للشراء التكلفة الأولى دخل معاها تكلفة تشغيل النظام اذا كان في عندي هاردوير على النظام يحتاج إلى صيانة يحتاج إلى أمور أخرى يعني اتذكر واحدة من الشركات كانت خذوا النظام بعدين اكتشفوا أنه يحتاجون إلى سيرفر والسيرفر يحتاج إلى غرفة والغرفة تحتاج إلى إعداد فانتهوا بمشروع كبير فقط عشان يكون عندهم كافم والسيرفر انهوس عنهم اللي طلبوا ولكن ما كانوا يعني مقدرين التكلفة المصاحبة لمثل هذا الطلب يتناسب مع موقع صغير من حي التكلفة الكامل ونظام تم الفعالية إذا فهمت السؤال يتناسب مع المواقع الصغيرة فتحتاج أنه تبحث عن النظام اللي يتناسب مع احتياجاتك بالتكلفة اللي أنت تحتاجها على ما يكون عندي نقول مئة أصل أو مئة معدة علشان أديرهم بنظام كافم ما أروح أخذ لي أكبر نظام في العالم اللي يستخدم لإدارة ملايين الأصول في مئتين دولة حول العالم فهذا هو الفرق في اختيار النظام في الخليج المنترز للكافم أفضل المطورين السؤال كان مو مكتمل أخباص ولكن ما في يعني دائما لما تسأل من هو أفضل المطور قد يكون أفضل المطور لحجم معين من المؤسسات لأمر معين ولكن قد لا يتناسب مع جميع المؤسسات يعني مرت عليه تجارب شركة اشتغل مع جهة ألف ومبسوطين منه ومرتاحين وعطوا أعلى ريكمنديشن عليه لما راح اشتغل مع الجهبة عطوه صفر من عشرة وما خلوه يكمل الشغل وطرده والسبب ثقافة المؤسسة مختلفة احتياجات المؤسسة إمكانيات المؤسسة مختلفة فابحث عن أفضل نظام وأفضل يتناسب مع ثقافة مؤسستك وإستعداداتك في بعض إجراءات الصيانة الوقائية والصيان التفاعلية وكذا ما كانت موجودة عندهم مكتوبة راح يحاول ويكتبونها يوم حاول ويكتبونها اكتشفون عندهم إشكالية قاعدوا شهر فيها ومو عارفين يكتبونها والسبب أنه مو متفقين عليها لأنه أصلا مو موجودة كل واحد يروح يسوي شغلة بروحها بكيف الآن بتحط نظام والإمبلامنتر قاعدين ينتظر منهم رد في النهاية المشروع كان عليه تأخير وخذ عليهم لأنه كان في ديلي في الرسبونس وامور من هالقبيل القصد أنه هل الشخص هذا رح يساعدني على وضع الإجراءات البست براكتس مو موجودة عندي ممكن تتيب لي إياها من آخر ناجح فعال ولا أنت فقط شركة IT فأعتقد بهذا نصل إلى نهاية الأسئلة أعتقد خلصناها مهندس ياد يرجع الميكروفون عندك بارك الله فيك باش مهندس بدر واردو بارك الله في المهندس فعاله العجمي قدم جزيل الشكر والمثلان لكم على هذه محاضرة رائعة أشكر كل الشكر صراحة يعني ما شاء الله عليكم جهود مباركة وشرفنا فيكم بهذا اليوم مبارك الشرف لنا إيزاكم الله خير على أعطانا هذه الفرصة وإن شاء الله يكون الموضوع مفيد وإذا في أي شخص يعني عنده احتياجات لموضوع الكافم أو سؤال أو كذا فإن شاء الله بعد المحاضرة ممكن التواصل مع الأستاذ فالح بويوسف وإن شاء الله في خدمتكم راح نكون فلا تترددون في طلب المساعدة أنا حياكم الله والله يسعدني التواصل مع الجميع وما شاء الله أنا فرح جدا بكثرة الأسئلة يعني فإحنا إذا في أي سؤال في أي احتاج في أي استفسار في المستقبل لو تبون حتى ورشة عمل خاصة أو ورشة عمل فقط لإجابة على الأسئلة الكثيرة اللي ما قدرنا ما ما أسعب من الوقت نجاوبها فإحنا حاضرين الله يسعدكم بسرعة مشكورين جدا حياكم الله في أمان الله مع السلامة بس لحظة مهندس بدنا نحاول أعمل يعني مشاركة الساسع بدي فضل مش عم بزبط